السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلقونة عادي وفيش اي مشكلة وباجي على اخر النهار انا تعودت على كده اللي انا احطهم في كارتونة جوا البيت جوا الشقة عندي يعني على اساس ان ما فيش اي حاجة تجي لهم بقى ولا فر ولا اي حاجة لان انا بشوف حوادس كتير جدا الاقي مثلا سلحفة وفي فرعة ضدها في حاجة واقعت عليها طبعا بالبالقونة ممكن معرضة للهواء في حاجة واقعت عليها لو حكتين زرعة ولا حاجة في البالقونة ممكن يوقع اي حاجة تحصل فاحنا نخليها جوا البيت احسن اجوا شقة على اساس ما فيش اي حاجة تصبها طيب الموضوع اللي انا بعملو دوة ممكن ما يكونش في ناس كتير بتعملو بس انا يعني ده امان للسلاحف اكتر لو انت البيت بتاعك مش مجهز او مش بسلك او مثلا خايف يحصل اي حاجة جوا في البالقونة هوا بتاع اي حاجة ده بس للعملية البيت ده البيت السلاحف فقط داخل البيت بيبقى عبارة عن اي انا بجيب اي كارتونة عندكو تكون مثلا مرتفعة كويس كده عشان السلاحف ما تبتديش انه انت عارفين انه السلاحف بتحب تتصلف كده فممكن تنط فيكون الاتفاع بتاعها مناسب اي كارتونة عندكو تمام بتحطه تحت هنا يا اما كيز بقى اي مشام عندكو اي حاجة مهم ان انتو تفرشوا تحت في الاربية احنا المناسب عندنا ان احنا طبعا السلاحف بتحب البيئة الراطبة فقدم هنستخدم البيئة الراطبة لازم طبعا نستخدم البتموس وانا قبل كده وريتكو البتموس اهو ده تربة صنوعية وده بيتجاب من اي سجون ملكة كبير او من فتحالة هتطر بس اقلبس جونتي بس في ايدي عشان ايدي بس نتصحش طبعا مهم جدا جدا ادام هنبتدي ان احنا ندخل الساعة في البيئة جوه برضو البيئة اللي هي هتنام عليها هتبقى مترطبة طبعا ده مجرد بس يعني ايه الحابة بتوع الليل والصبح بتطلع في البكاد الواسع بتاعها يعني محدش يرب السلاحف في الجزء الصغير ده ده بس عشان تنام فيه وتاني يوم الصبح انتو بتطلعوها في الشمس انما المساحة الصغيرة دي ماينفعش ان احنا ربي فيها سلاحف احنا كنا قبل كده عاملين طبعا فيديو عن مقاسات البيوت المناسبة للسلاحف انما الكارتونة دي انا قلتلكم عاملينها بس للبيئة يعني مش هاخد فيها ولا اكل ولا مية ولا اي حاجة خالص ده يا دوبك بيخشوا فيها الساعتين بتعليل تاني يوم بيطلعوا في الشمس يعني يا دوبك الحبة بتعلل عشان انا بخاف اخليهم ايه في البلكونة بالليل اه ده البتبوس اهو بصوا عاملت ازاي من جوه طبعا انتو بتجيبوا الكيس داون من فتحالف يعود عندكو حبة حلوين يعني بتفرشوا البيت بتاع السلاحف اللي هم بيعودوا فيه في البلكونة عادي ودوى المبيات بتاعهم طبعا انو بخط اهو بص ازاي كنتم برضو عاملتكو في فيديو احنا منجيبوا منين بصوا تربة هو تربة تربة صنوعي تمام؟ ممكن تجيبوا تربة عادية برضو بس انا يعني محس ان دا انضف مش هدا فيه شوائب وممسوش الحاجات اللي احنا يعني هلاقيها في الارض هم طبعا ما ينفعش ان احنا نخطهم على الكارتونه على طول كده حتى لو احنا هنبيتهم لازم التربة تبقى رطبة تحتهم مخصوصا في فصل السيف زي ما احنا كده فيه حر بتاع يبقى مخطهمش على الكارتون على طول حتى لو احنا هبيتهم وخلاص بحط كده جزء مناسب تمام؟ البتموس اهو شكله اهو وطبعا بخط على البتموس الرملة اي رملة صفرة عندكم محدش يروح يجيبلي رملة بحر رملة صفرة عندكم تخطو وتكون متحللة يعني مفاش مثلا توب او ازاز او الكلام ده ولا انتو بتخلطو البتموس بالرملة يعني اعتبط النصر النص كده بس الاقتر بيكون بتموس او مثلا التلتين والتلت كده ونبتدي ان احنا نعمل لهم دمج جدا مع بعض ادمج 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 شايفين؟ وانا حطتك كيسة دي ليه؟ اول حاجة عشان لو هم عملوا طويلة حمام يعني في الكارتونة الكارتونة متتبلش وتنزل لجوه في البيت اي مية او اي رغاصم من الطويلة بتاعتهم وفي نفس الوقت عشان احفز قدر الامكانة على الكارتونة منين بقى ما الكارتونة انا عايز اغير البتموس دوا وبيتغير يعني فترات متبعدة لان هم كده كده مش قاعدين فيه على طول فبيتغير على فترات متبعدة جدا غير اللي هم عادين فيه طول النهور فدوا يا دوبك قلنا زي ما احنا اتفعنا ايه؟ مبياد بس الليل بصوا المنظر عمل ازاي؟ وطبعا مش لازم بقى حط طبقة عالية لا دا يا دوبك بس برطبلهم كده تحتيهم ساعة النومة بس النومة بتاعتهم بس افرشوا كده هم هم اصلا بيخش ينام الحبة بتوع بالليل دول الصبح كده بقى الساعة تمانية الساعة تاسعة من الما نصحة قبل ما روح الشغل بتاعي قم اي ما مطلعاهم مزبطاهم حطاهم بل اكل بتاعهم ودنياتهم برا في البلكونة انما دا هو ساعة المبيادة نمتخطش فيه اكل خالص خالص كده بص الدنيا قاتبة مترطبة تحتهم طبعا عشان لسه بتموس جديد فلسه فيه رطب يعني حتى اللي عارف البتموس حس ان هو ايه؟ مبلبل كده فيه شوات مية انتو لو لقيين البتموس ناشف معاكو بتجيبوا بخيخة مية وتبتدوا ترشوا كده ترشوا عليه كده لو حتى انتو شقتكو مصلا حر شوية جوه برضو تبتدوا ان انتو ترطبوها برضو ايه؟ قبل ما تدخلوهم ينمو على اساس ان هم ما يبقوا نايمين ايه؟ مستريحين في النمو بتاعتهم وابطت كده اهو عشان ما يبقاش فيه حاجة طلعة وفي حاجة نازلة ابطت كده بايدي اهو اهو عشان يبقى برضو منايمين ايه؟ اعمل حاجة النومة دي هم حاجة منايمين مستريحين ومبسطين كده نوم الهنة تمام؟ وبعيد وزيد تاني خلي بالكم ان احنا عاملين الكارتونا دي عشان خاطر انهم بس لو انتو لسه معايا لاخر الفيديو خليكو اعملوا معايا اللايك اللايك وقلوا لي ايه رأيكو في الفيديوهات اللي احنا بنعملها تمام؟ لو لسه معايا اعملوا اللايك هنبتدي دلوقتي بقى نجيب ساعدية وساعدول الاتنين مع بعض مش عاملان لهم الاتنين كل واحد كارتونا هما الاتنين عناموا مع بعض هنا لما كده كده حيناموا فمافيش حركة بينهم وحنحطوهم في الكارتونا وطبعا تاني اوه زي ما اتفقنا ان احنا بنطلحهم في البلكونة ورجعنا لكم تاني بعد ما جبت ساعدية وساعدون طبعا ساعدون اهو جاي من البلكونة اصلا نايمين على نفسه اهو بيحطوا بقى طبعا هنا وساعدية ساعدية مسح صحة بس هيها طبعا مجرد ما هطفي النور وحاسبهم من كده كده بقى القوضة اللي هما اصلا بيباتوا فيها النور بيبقى مطفي تمام فهم خلاص كده هما بيبقى على عطر براطبة زي ما قلتلكو قلتلكو بس انتو سوادي الليل وبتطلعوهم تاني يوم قلت بقى سكت انت عشان تقش او بتاعتك دي خص نناهو يلا نام نناهو فهم لو وصلت معي الاخر الفيديو تنسوش تعملوا اللايك وكمان تكتبو لي اي حاجة تحت في الكومنتات وستنوني في فيديو جديد وباي باي